السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه? ربكم بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم اهم توامر لاصلاح الويندوز تسريع الكمبيوتر تنزيف الهارد ديسك الاج الباد سكتور بدون ما نستخدم اي برامج. لو حضرتك حابب تعرف. هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي الفيديو للنهاية. الخطوة الاولى اللي انا هعملها ان انا هروح رايح على محرك البحث اللي موجود في قلب شريط المهام. وبعد كده اكتب كلمة في محرك البحث هيظهر معي موجه الاوامر. هبدأ اعمل له عملية تشغيل كما سؤول. الخطوة دي مهمة جدا. تمام? هبدأ انازل محرك الاوامر لتحت كده عشان كل حاجة تبقى بين اخدام حضرتك. هبدأ اخد الامر الاولاني اللي هو شيك ديسك ده. ده اللي هيبدأ يفحص به الهارد ديسك بتاعي. ويصلح الاخطاء. كل اللي انا اعمله هقف في قلب محرك الاوامر بالماوس واضغط كليك يمين هيتلاقي الامر تم لسكه بمنطقة البساطة. بعد كده تضغط على من لوحة المفاتيح. وننتظر لحديد ما يتبدأ عملية اصلاح الاخطاء اللي موجودة في الهارد ديسك. زي ما حضرك شايف كده بدأت عملية الاصلاح للاخطاء. نبدأ. ننتظر لحين الانتهاء من هذه العملية بالكامل. كل اللي انت تعمله هتنتظر. بس. تابع معايا الفيديو. زي ما حضرك شايف كده هو بيقوم بعملية اصلاح للاخطاء اللي موجودة على الهارد ديسك. بيبدأ يفحص ويعد الكطاعات اللي فيها اخطاء ويبدأ يعمل لعملية اصلاحه. تابع معايا الفيديو. زي ما حضرك شايف كده بدأ عمل عملية فحص لكل الهارد ديسك بتاعي. وزي ما حضرك شايف كده ده عملية الفحص اللي تمت. وزي ما حضرك شايف كده عندي هنا في حاجة اسمها زيرو باد سكتور يعني ما فيش اي اخطاء او على الهارد بتاعي. طيب لو فرض ان حضرتك لقيت بعض من الاخطاء على الهارد ديسك. هنبدأ ناخد الامر التاني عشان نصلح هذه الاخطاء. اللي هو الامر التاني ده. ان شاء الله طبعا كل الامر دي انا هتركها لك في قلب صندوق وصف الفيديو. تمام? ده هنبدأ نصلح بالاخطاء. اخده برضو. وقف في قلب محرك الامر. واعمل كليك يمين. هتلاقي الامر تم لسكه. تمام كده هوت. هبدأ اغط على مفتاح انتر من لوحة المفاتيه. زي ما حضرتك شايف كده. هو بيقول لي دوقتي ان انا عشان اصلح لك الاخطاء اللي كانت موجودة على الهارد ديسك. اه بيقول لك لو انت عايز تعمل اه ريستارت اللي جاهز الكمبيوتر عشان اصلح الاخطاء. اضغط على حرف الواي او اضغط على حرف النوء لو انت مش عايز تعمل ريستارت. طبعا انا عشان انا بصور الفيديو. في دوقتي هضغط على النوء. تمام? عشان ما اعملش عملية ريستارت. لكن حضرتك هتضغط اه تكتب الاول حرف واي. وبعد كده تضغط على انتر وتعمل عملية ريستارت لجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان تصلح الاخطاء اللي كانت موجودة على الهارد ديسك بتاعك. طبعا انا هضغط اه انتر. بس طبعا اخترت ان. اه ان حضرتك هتختار اه حرف الواي وتضغط على انتر. ونبدأ نروح للامر التاني. ده هبدأ انضف به الهارد ديسك بتاعي. هاخده برضو نسخ. تمام كده. واجه اه في قلب محرك الاوامر واعمل عملية لصق. وبعد كده اضغط على انتر. هيبدأ يزهر لي الهارد ديسك بتاعي. اه بكل البرتشنات اللي موجودة عليه. هبدأ اخدهم برتشن برتشن. وابدأ اعملهم عملية تنظيف. هبدأ طبعا انا ببرتشن السي. اضغط على موافق. زي ما حضرتك شايف كده. هيبدأ يعمل لي عملية تنظيف للهارد ديسك الخاص بيا. بدون ما استخدم اي برامج. طبعا توامر السي ايم دي اوامر خرافية. بتصلح لك جهاز الكمبيوتر زي ما يكون عندك افضل برامج الصيانة. بدون ما تدفع ولا مالين. وبدون ما تحط اي تطبيقات او برامج على جهاز الكمبيوتر بتاعك. زي ما حضرتك شايف كده. هيبدأ يقول لي آآ ان الملفات دي هاتي اللي محتاجة تنظيف. طبعا انت مفروض في الوقت ده تتعلم علامات صحة لكل الخنات. تضغط على موافق. تضغط على حسف الملفات. هو هيبدأ يعمل عملية مسح وتنظيف لهارد ديسك بتاعك. بمنطقة البساطة بدون ما تستخدم اي برنامج. كل اللي انت هتعمله وتنتظر لحين انتهاء عملية المسح. زي ما حضرتك شايف عملية المسح بالتم بمنطقة البساطة. هننتظر طبعا لما عملية المسح تنتهي. وبعد كده ناخد الامر اللي بعد. بعد الانتهاء هنبدأ نروح على الامر اللي بعد كده. تمام الامر ده مهم جدا لانه بيصلح لك كل الاخطاء اللي بتحصل في الويندوز. بدون ما تعمل اي حاجة. تاخد الامر آآ لصق. آآ كليك يمين. هتلاقيه تلزق. تضغط على انتر. هيبدأ يفحص لك كل ملفات الويندوز اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر ويصل لحالق. وبنطقة البساطة بدون اي تدخل منك. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين اللي انتهاء. زي ما حضرتك شايف كده. هيبدأ هو يعمل عملية عد. آآ هو دواتي اتنين في المية. كل اللي انت هتعمله هتسيبه الحديث ما يوصل لمية في المية. واي ملفات كانت معطوبة او غير سليمة في آآ آآ هو هيقوم باصلاحها واستبدالها بملف جديد. وهتلاحظ الفرق في الويندوز بتاعك بعد هذه العملية. طبعا انا هوقف الفيديو لحين اللي انتهاء عشان ما تطولوش عليك. لكن حضرتك في الوقت ده هتنتظر لحديث ما تكمل عندك مية في المية. تابع معي. زي ما حضرتك شايف كده العملية وصلت لحديث تسعة وتسعين في المية. انا هنتظر لحديث ما تكمل مية في المية ونشوف. طبعا زي ما حضرتك شايف كده هو عمل الفحص بيقول لي ان انت ما عندكش اي اخطاء. طب لو حضرتك عندك اخطاء هو هيقوم بحلها بمنطهة البساطة. نبدأ نروح للامر اللي بعده. تمام? هناخده برضو آآ نسخ. والروح رايحين على اللي هو السي ايمي دي. نقف نعمل كليك يمين. هيتم لسك الامر. نضغط على انتر. تمام كده? الامر ده هيبدأ يعمل اصلاح لنسخة الويندوز واستعادة للصحة. يعني لو كان في اي اخطاء اي ملحفات خطأ. اه الصحة بتاعت الويندوز بقت ضعيفة هيستعيد لك صحة الويندوز كي يقول لك لسه مسطبه جديد. زي ما حضرتك شايف كده. هيبدأ العد. آآ سبعة في المية. هننتظر برضو لحديث ما يوصل لحديث مية في المية. آآ وهو هيقوم باصلاح كل الاخطاء اللي موجودة على الويندوز بتاعك بدون اي تدخل شخصي منك. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين انتهاء عملية الفحص. واستعادة صحة ملفات نسخة الويندوز اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك. وبعد كده تبدأ آآ بعد ما تنفس كل الاوامر اللي انا آآ وراتها لحضرتك دي تعمل عملية اعادة تشهيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك. عشان كل هزي الاخطاء يتم حلها بمنطقة البساطة. طابع معي الفيديو للنهاية. لحديث ما نشوفه في الامر الاخير اللي هنفزه على جهاز الكمبيوتر الخاص بنا. طابع معي الفيديو. زي ما حضراتك شايف كده عملية الفحص التمت وصلت لمية في المية وهو بيقول لي ان العملية تمت بنجاح. تم اصلاح الاخطاء. هنبدأ ناخد اخر امر عندنا. امر كبير شوية. هتاخد برضو حضرتك آآ نسخ. تمام. وتروح برضو على اللي هو السي ام دي. تعمل كليك يمين. هتلاقي الامر تم لاسكو بمنطقة البساطة. وتضغط على انتر. تمام? هيبدأ يفحص آآ نسخة الويندوز. ويصلح كل الاخطاء اللي كانت موجودة في نسخة الويندوز. ويستعيد صحتها بمنطقة البساطة. هو بس الاول بيبدأ يعمل عملية فحص لنسخة الويندوز اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. زي ما حضراتك شايف كده بدأت عملية الفحص والاصلاح. هننتظر لحديث ما تنتهي مية في المية وانتابع مع بعض الفيديو. زي ما حضراتك شايف كده العملية تمت مية في المية وبيولي تم الفحص بنجاح. كل اللي مطلوب منك بعد ما تعمل كل هزي الخطوات وتنفيذ كل اوامر السي ام دي ان انت هتعمل عملية اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر بتاعك عشان الاصلاحات دي تم تنفيذها على ارض الواقع. بتمنى طبعا ان الفيديو كن عجبك واستفدت منه. بتنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.